لو لا يصلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الله يدور يا سطح يا عم خضتنا طب قول السلام عليكم الأول المهم خلينا في المهم اخترت اللون الطنوم ولا لسه لا انا خلاص يعني الحمد لله انا قررت عامل ايه الطنوم انا بص انا هعملها اوفويت 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 دي مش بتاعتك دي بتاعت المدان ما علينا المهم انت عايزها اوفويت ايه؟ اوفويت بيج ولا بني ولا ايه بالظبط لا هو انا عايز اوفويت ذات نفسه اوفويت نفسه؟ اوفويت نفسه؟ طب انت دخلت قلبي انا عندي لك لون انت ابن حلال اصلا انا هعملك لون اون ويت طب لون ويت اللي بتقول عليها ده حلو جديد يعني لسه منزلش اه ده لون ويت ده مالوش حل لسه الفين وعشرين لسه طازة حالة انا هه طب وده عبارة عن ايه يعني؟ بص يا سيدي ده عبارة عن لون زحلوجي زائد ده اللون البحلوجي زائد قطرتين دم غزال فريش لازم يكونوا فريش لسه متاخدين طازة من غزالة لو تلاجه مش هينفع خلي بالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحاطكم طبعا نهاردة جماعة ان شاء الله هنعمل دكور كده خفيف وظريف ومن غير سبري يعني الناس المش عايز سبري نهاردة من غير سبري طبعا زي ما حاطكم شايفين لون الحيطة ده أوف وايت بيت طبعا زي ما قلنا أوف وايت بي من اي لون تقدر تشوف درس أوف وايت يا جماعة هنزهر لكم هنا تدوس عليه ودخل تشوف الدرس ان شاء الله معانا قطعة كرتون 30 سنطي في 30 سنطي مربع 30 سنطي في 30 سنطي هنبدأ نجيس في كل ضلع من 30 إلى 15 عند ال 15 هنأخذ علام هنا وهنا 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 في الأربع أطلع بعد كده هنبدأ نوصل لعلامات اللي خدناها مع بعضيها خطوة اللي جاء جماعة هنبدأ نجيس من نقطة السنتر إلى نقطة المنتصف اللي هي دي كده هنبدأ نجيس 7 سنطي وهناخذ علام نجيس 7 سنطي في كل الاتجاهات وهناخذ علام سبت على النقطة بتاعتنا ونبدأ ناخد خط كده سبت على النقطة التانية ناخد خط كده أطلع معين يا جماعة المربع اللي حضراتكم شايفينه اللي أنا هعمل عنده أربع نظر ثم أنا جماعة هنبدأ نقطع المربع اللي في المنتصف زي ما هاتكم شايفين المربع ده مفرهه خالص هنبدأ جماعة باستخدام الشكل ده هنشوف هنخطط ازاي ونشتغل ازاي من بدات الجارة جماعة نسبت المربع بتاعنا بالشكل ده ونبدأ ناخد خطوط من كل ناحية استخدام الجلم ممكن الجماعة تشتغل بجلم بصاص أنا بشتغل بالجلم من الماركر عشان الخطوط بتاعتي تكون واضحة في الكمل انت ممكن تشتغل بجلم بصاصة او الطبشير يعني عندك شيء مشاكل ثم كده نبدأ ناخد اللي جنبه نفس الحكاية جماعة هنبدأ يا جماعة طبعا هنعمل باستخدام المصطرة كبيرة دي هنعمل خط خط يقطع المربع الكبير والمربع الصغير طبعا مش هنمشي كده على طول لا هنعمل خط كده والخط التاني عكسه الصف اللي تحت يا جماعة هنعكس برضو المربع ده مش هعمله زي ده مش هاخده كده مثلا لا هاخده كده عكس المربع اللي فوق تماما نعمشي عكس عكاس كما قال الشعر هنعم جماعة عندنا لونين لون ازرج ازرق هام شوية تمام هاي الكحلي لون سماوي نشتغل اول باللون الازرج طبعا عندنا مربع بتاعنا الجسم نصين تمام كده بسخدام فرشة التحديد فرشة صغيرة هلون نص المربع واسيب نصه تمام يعني مثلا المراه ده هلون نص ده من المربع بعد جماعة ما لوينت النص ده تمام هاسيب المربع اللي في الغامج يعني النص المربع الصغير اللي في الغامج هاسيبه وهلون باللون الغامج بتاعي نص المربع اللي في الفاتح تمام كده نمشي عكس عكاس يعني كما قال الشعر المربع اللي في الغامج المربع الثاني يا جماعة هاعكس يعني أنا المربع خد الأولان خد الغامج هنا لا مش هاخد الغامج جامبه بقى هاخد الغامج دي دي خليه غامج تاني طبعا هندهن عكس الصف اللي فوق يعني اللي تحتها كده مش هندهن دي لا هندهن دي جا بعد تمام كده عكس اللي فوق هنمشي عكس اهو الدكور كله عكس يا كاس لكن يطلع حلو في الآخر لو علا زقنا لازجة ايه ما زروا عكس ما شافين لو عا بنتنزجوا لازج ما عندكمش اي مشاكل المربع الفضل دي جماعة طبعا هندهنه باللون السماوي كل نص المربع ده تمام اللي هو شكل المثلث ده هندهن الباقي كله ده باللون السماوي طبعا جبعا في ناس بسام اللون ده لون لبني لكن انا بغادي لوقت ما شفتش لبن لونه وازرك فاتح يعني فمش عارف بالصراحة لاي جماعة الشكل النهائي للدكور بتانا زي حمكم شايفين لو عجبكم من درس جماعة تسوش تعملوا لايك اعملوا شير لو شاركوش في القناة شاركو في القناة فعالوا زر الجرس شمعتكم الخير ان شاء الله درس قادمة وفكار قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته